أولاً دعونا نسلم أن هناك أطراف خلافات داخل هذه الفصائل التي استهدفت حقل كورمور هناك فصائل داخل أو منضوية تحت لواء الحجد الشعبي أو غيرها من الفصائل لديها علاقات طيبة مع قيادات السليمانية هناك بعض القيادات الأخرى التي تطمح بأن تحظى بنصيب من أي صفقات غازية مستقبلية يمكن أن تنتج مع التوسعة حقل كورمور هذه من جهة ثاني شيء كما أشرت ضرب البنية التحتية لإقليم كردستان ونحن نعرف أن الإقليم يعتمد بشكل كبير على الطاقة التي تنتج من قلال حقل غاز كورمور ثالث وهو الذي ذكرت حضرتك تأثر الموصل وكركوك بين قطاع الكهرباء من خلال المد من الطاقة لهذه كل هذه الأمور يعني هناك مطامح سياسية مطامح اقتصادية ومطامح أمنية يعني فاستهداف حقل كورمور يمكن أن يكون أهم بكثير من استهداف حدف عسكري أو بمسيرة إلى قاعدة التحالف الدوري في أربيل أو حرير أو غيرها من المواقع لذا فالاستهداف يوم أمس وما شهدناه من تنديدات عالمية يعني يعطينا مؤشر بأن الموضوع خطير وأن أي استهداف جديد أو السماح بتهديد الحقل يمكن أن يكون له نتائج سلبية كبيرة ولا ننسى أيضا من الطابع السياسي أن الحقل تشرف عليه شركتين إماراتيتين وتعرف موقف هذه الفصائل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاكل أنا سمعت شركة عفوا أستاذ ياسين معلقة أعمالها شركة أبوظبي يعني هي شركة دانا غاز وهلال نفط التي تشرفان الآن على حقل كورمور صحيح أن هناك شركات أخرى إماراتية علقت بسبب تهديدات الأمنية لكن الحقل يعني مرشح للتوسعة باعتبار أن البلوك الواسع الذي يضمه الحقل يعني حسب الخبراء الاقتصادين أنا سألت بعض الأصدقاء من الخبراء الاقتصادين أنه يمكن أن يغطي العراق من ناحية الطاقة الغازية الغاز السائل والغاز المنتج للطاقة الكهربائية لذا فالمشروع في حال توسعته أكيد أكيد ستضر أطراف سواء داخلية أو أطراف إقليمية كما أشرت في موضوع الغاز ونحن كحكومة اتحادية للأسف لازلنا بحاجة إلى الغاز الإيراني وفي وقت هناك لدينا أسواق أخرى أرخص وأأمن يمكن أن نستفيد لكن الضغوطات السياسية على الحكومة العراقية سواء على حكومة السيد السوداني أو الحكومات التي قبلها أو حتى التي تأتي بعدها هي التي تجعل العراق تكون ضحية وأن تدفع مبالغ طائلة من العملة الصعبة مقابل هذا الغاز